في تقارير دولية أكدت أن مصر احتلت المركز الأول عربياً وأفريقياً في جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة المتجددة بقيمة إجمالية 46 مليار دولار في السبع سنوات الأخيرة طبعاً ده تزامن مع بيان صندوق النقد الدولي اللي رحب فيه بإعلان الحكومة المصرية عن توقيحها عقود لبيع حصص في كيانات مملوكة للدولة بقيمة أكتر أو يمكن بما يقابل حوالي 2 مليار دولار والصندوق قال أن دي خطوة مهمة نحو دعم وتوفير الموارد للتمويل الخارجي وكمان خفض الضيون خلينا نعرف تفاصيل أكتر بنرحب في فقراتنا النهاردة بأحمد بيوني الباحث بواحدة الاقتصاد والطاقة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أهلاً وسهلاً بحراتك من أولاً أهلاً وسهلاً أهلاً وسهلاً سواحل في الله بداية كده لما نتكلم عن تصدر مصر أو وجود مصر في المركز الأول عربياً وأفريقياً في جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة المتجددة إزاي نقدر نشوف اهتمام مصر في قطاع الطاقة المتجددة وبالذات في القطاع الخاص طيب في البداية احنا طبعاً عارفين أن مصر بتستهدف التحول إلى مركز إقليمي متكامل لتداول الطاقة بنحاول نستغل لموقعنا الجغرافي في أن احنا موجودين في الساحة الخلفية لقارة أوروبا أو في الباكيارد لأوروبا علشان نكون مركز لتداول الطاقة بكل أنواع في الفترة الأخيرة مصر عملت مجموعة من الخطوات الكبيرة علشان خاطر تدخل الطاقة الخضراء أو الجزء الخاص بتوليد الطاقة النظيفة واحد من ضمن أهم الخطوات اللي مصر عملتها هي إطلاق الاستراتيجية الوطنية لاتحول نحو الطاقة النظيفة وكان من ضمن رؤية الدولة 20-30 خطة علشان نحول الطاقة 20% من الطاقة اللي بيتم تولدها في مصر يكون مصدرها من الطاقة النظيفة المتجددة وطبعا بالإضافة إلى استضافة مصر لكوب 27 في شرم الشيخ أو مؤتمر المناخ برعاية الأمم المتحدة يعني اللي يتم عقده في شرم الشيخ في شهر نوفمبر الماضي واللي كان خطوة أساسية في تقديم مصر للعالم كواحدة من أهم الدول في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط إنها مهتمة بإنتاج وتوليد الطاقة النظيفة الفترة السبع سنوات الماضية شاهدت إطلاق الاستراتيجية المصرية لإنتاج الهيدروجين الأخضر تعاون كبير في مجال توليد الطاقة من الهيدروجين الأخضر والأزرق في منطقة أو المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس الإهتمام بتوليد الطاقة الرياح في المنطقة الخاصة بالزعفرانة ومحور ده وشاهدت الفترة الخاصة بعقد مؤتمر المناخ توقيع اتفاقيات مبين مستثمرين عرب وجانب من قارة أوروبا بما يفوق الـ 12 مليار دولار دل وحدها في الفترة الخاصة بمؤتمر المناخ وطبعاً لما نبص على الرصيد الترقومي في السبع سنوات الماضية هنلاقي أن الرقم طبعاً يرتقي إلى فوق الـ 40 مليار دولار زم حقيقة شرط والحقيقة أن كل الدول في الوقت الحالي طبعاً إلى الآن لما نبص على اقتصاديات توليد الهيدروجين الأخضر إلى الآن في دول العالم هنلاقي أن كل الدول تقريباً حتى خطة بـ 20 سنة يعني للولايات المتحدة الأمريكية حتى خطة 2020-2040 علشان تنتقل إلى توليد الطاقة من خلال الهيدروجين الأخضر هنلاقي ماليزيا حتى خطة 2020-2050 عندنا في مصر خطة برضو لـ 20 سنة علشان ندخل مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر ونبني البنية التحتية الخاصة به عشان لما تكون اقتصاديات الإنتاج بتاعته جيدة يكون لمصر نصيب كبير في إنتاج هذا النوع النظيف من الطاقة لأنه هو ده بترول المستقبل يعني عظيم فدي الحقيقة الخطوات اللي عملتها مصر علشان خاطر تهتم بهذا المجال وتتوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر واللي هو الحقيقة فيه يعني في ظل طبعاً ما حصل في أوروبا وأزمة الطاقة اللي حصلت كان فيه فرصة مصرية لجذب استثمارات كبيرة جداً من أوروبا فيه مجال إنتاج الطاقة بالتحديد طبعاً فيه كافة أنواع الطاقة الرياح والطاقة المتجددة والغاز الطبيعي ولكن الهيدروجين الأخضر شهد تضفق جزء كبير من الاستثمارات في منطقة محور القناة السويس أو منطقة اقتصادية القناة السويس بالتحديد علشان هي الأقرب للتصدير إلى أوروبا فهتوفي الجزء من الاحتياجات اللي كانت بتحصل عليها أوروبا من الطاقة واللي كانت بتاخدها من روسيا قبل كده قبل الأزمة الروسية الأوكرانية عظيم إطلاق الاستراتيجية الوطنية الهيدروجين الأخضر أعتقد دي من العوامل اللي استند عليها التقرير عشان يقول أن مصر من أكتر الدول جذباً للاستثمار في هذا المجال عربياً وأفريقياً ودي حاجة نقطة مهمة جداً وتحسب لمصر لكن بكل تأكيد فيه صعوبات عشان تتحول مصر وتحديات عشان تتحول مصر لمركز إقليمي الهيدروجين الأخضر وفي نفس الوقت مصر كمان عندها ميزات ننفسية بزبط طيب هو الصعوبة الأساسية هي مش صعوبة مصرية والتحدي هو مش تحدي مصر والتحدي الهيدروجين الأخضر هو احتياجه لبنية تحتية كبيرة تتمثل في مواسير تتمثل في البنية التحتية متكملة علشان تقدر تعتمد على هذا النوع من الطاقة اللي بيختلف كلياً عن الطاقة المتولدة من البترول حالياً فالاستثمارات الضخمة اللي بيحتاجها القطاع علشان خاطر يعمل بنية تحتية متكملة لتداول وتخزين الطاقة المتولدة من الهيدروجين الأخضر هو الأصعب في موضوع التحول نحو استخدام الهيدروجين الأخضر على مين وعلشان نقول تداول هنا احنا عندنا فيه تداول بشكل نقل الهيدروجين الأخضر وفيه تداول اقتصادي لأجراض التجارية فالجزء التداول ممكن يتعمل عادي ولكن الهدف الأساسي إنك تعمله بشكل اقتصادي يستقن في الأقراض التجارية علشان يكون فيه نوع من الاستمرارية إنه هو يكون قادر على تمويل ذاته بقى بنفسه ومايفضلش يحتاج إلى استثمارات أو كابكس اللي هو استثمارات كبيرة في نفس المجال في الفترة المستقبلية هو ده الجزء الأصعب والتحدي الأبرز في موضوع انتاج أو لتوليد الطاقة من خلال الهيدروجين الأخضر هو ليس تحدي مصري هو تحدي عالمي وكل دول العالم حاليا بتعكف تعمل أبحاث التطوير والريسرش علشان تحاول تلاقي جدوى اقتصادية لتوليد هذا النوع من الطاقة والاحتفاظ به وتداوله وإنشاؤه بالشكل اللي يخليه قابل للاستخدام اقتصاديا وبناء عليه يتدي بقى تتحول المركبات كلها والطاقة المتولدة في الكهرباء إلى استخدام هذا النوع من الطاقة إحنا عافين المستثمر مش بيلقي بفلوسه كده في أي مكان وخلاص إن ما كانش حتكون بدراسات الجدوى مربحة تماما لا يقدم على الاستثمار أبدا لو جينا بصينا على باقي قطاعات الاستثمار إيه اللي نقدر نقول عليه الحصان الرابح في الفترة القادمة بالنسبة للمستثمر طيب إحنا طبعا مصر بتشتغل على مجموعة من القطاعات المختلفة علشان خاطر تحاول تعظم الاستثمار إحنا عندنا مجال الطاقة بالتحديد كان واحد من أكثر المجالات جذبا للإستثمار الأجنبي المباشر قطاع الغاز أو قطاع الطاقة المتولدة من الغاز هو الجزء الأكبر في هذا الاستثمارات لكن فيه اهتمام في المستقبل بالاستثمارات في قطاع الزراعي بعد الأزمة حصلت في أوروبا من ارتفاع سعار الغذاء عالميا وارتفاع سعار التدخم عالميا عرفنا أن الغذاء يظل فرصة مصرية للتصدير إلى أوروبا في ظل وجود عجز أوروبي ووجود حالات من الجفاف طبعا كنت تكلم عنها في تقليل السابق بتضرب أوروبا وبتؤثر على المحاصيل الزراعية والإنتاج وكل ده بالتأكيد بيأثر على نصيب مصر من صادرات وصادرات الزراعية طبعا مصر مميزة في إنتاج العديد من المحاصيل الزراعية الموالح بالتحديد ولكن مشروعات الدولة في الفترة المقبلة ومشروعات دلتة جديدة ومشروعات المليون ونصف فدان والنهر الجديد اللي بيمتد في منطقة الصحراء المصرية في منطقة الوادي الجديد كل ده هدف الأساسي أننا أنقل المياه وعمل بنية تحتية للمياه موجودة بالقرب من مناطق جديدة في مصر تقدر أنها تتحول إلى مناطق أو مساحات مزروعة علشان تعظم الصادرات المصرية في قطاع الزراعية ولكن القطاع الصناعي والقطاع البيترو كيمويات بالتحديد مصر متميزة فيه مصر تقريبا الخامس عالميا في إنتاج البيترو كيمويات إحنا عندنا من ثلاث أو أربع من أكبر شركات إنتاج البيترو كيمويات الأسمدة والمبيدات في العالم وهناك استثمارات كبيرة يتم دخها في الأسمدة واحد من الشركات التي كان لها دور في تعظيم الاتنين مليار دولار اللي احنا تكلمنا عنهم هي شركة إفتكو وهي شركة مصرية تأسست في الخمس أو ست سنوات السابقة في إنتاج البيترو كيمويات وهناك استثمار عربي وأوروبي كبير بقطاع البيترو كيمويات المصر ودخل استثمارات فيه لعلمهم بوجود الميزة التنفسية لأن المادة الخام الأساسية للبيترو كيمويات هي الغاز الطبيعي وطبعا استكشافات الغاز الطبيعي أصبح الغاز الطبيعي متوفر في منطقة البحر الأبيض بكثرة وبناء عليه فإنتاج البيترو كيمويات هي العملية التصناعية اللي بتتمع المادة الخام دي علشان أعظم قيمته المضافة وأصدره إلى باقي دول العالم فبيترو كيمويات الطاقة القطاع الزراعي هي القطاعات الأكثر جذبا للاستثمار بنحاول في مصر في الوقت الحالي وطبعا منذ سنتين من خلال مبادرة الوطنية لإحلال لتطوير الصناع اللي هي إبدأ أن يكون لمصر نصيب من الصناعات الهندسية شفنا مصنع حواء الانطلق في إنتاجه في الفترة الأخيرة وموجهة نحو التصدير الصناعات الهندسية هي صناعات عائلة القيمة المضافة فيها جزء كبير جدا من نقل المعرفة وجزء كبير من الاستدامة في عملية الإنتاج وده اللي مصر حط عنها لأنها عايزة يكون لها نصيب من الصناعات المتقدمة والصناعات الهندسية علشان تتحول إلى دولة صناعية ويزيد نصيب القطاع الصناعي في نتج المحل الإجمالي في الفترة المقبلة في بعض الأحيان بيبقى فيه إعلان عن إعلان مصر لبيع حساسها في بعض الشركات المملوكة لها ده بيساعدنا على أن نحن نلاقي استقرار في سعر العملة وبيساعدنا على أن نحن نلاقي استقرار في الاقتصاد بشكل كلي طيب أنا عايز بس أوضح الأول المفهوم المفهوم الخاص ببيع حسة أو حساس أو كل من شركة مصرية عايز أأكد أن الشركة دي شركة مصرية عاملة على أرض مصر العاملين في الشركة مصريين زي ما هم ما اختلف هو نقل الملكية لكن الإدارة والعاملين اللي بيحصلوا على مرتباتهم عاملين مصريين ومقارات الشركة موجودة في مصر والإنتاج بيباع في السوق المصري والشركة بتدفع ضريب للحكومة المصرية فنقل الملكية في حد ذاته هو ليس مشكلة وكل دول العالم بتعمل كذا سواء بتبيع حساس جزئية أو حساس كلية والجهة اللي عملت الشركة دي سواء من قطاع العام أو من قطاع الخاص قادرة أن هي تعمل شركة ممثلة لها في الإنتاج علشان السوق يكبر فعلشان بس نوضح فكرة إن الحكومة بتبيع الشركات والحكومة بتبيع الأصول هو الطبيعي إن أنا بعمل الشركة بقومها بخلق ماركت شير بيكون ديها نصيب في السوق ثم أتخرج منها وأعمل واحدة غيرها تكبر وتكبر حجم الاقتصاد طيب إزاي الشركات دي بتساهم في خلق توفير العملة الصعبة أو توفير الدولار إحنا طبعا عندنا اتفاق مع صندوق النقد الدولي في بداية عام 2023 توصلنا إلى اتفاق معاه الاتفاق ده ليه إطار عمل من ضمن الإطار ده جزء خاص بتطبيق سياسة سعر صرف مارينة وجزء خاص بتقليص نصيب الحكومة من الاقتصاد الوطني طبعا إحنا عارفين أن في وثيقة سياسة ملكية الدولة اللي تم سيغتها قبل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الحكومة كانت محددة أن هي عايزة تعظم نصيب القطاع الخاص من حوالي 25 إلى 30% إلى حوالي 65% وبناء عليه فعلشان نحقق الاستراتيجية دي النصيب القطاع الخاص يزيد يأما القطاع الخاص بيفتح مشروعات جديدة أو القطاع الخاص بيستحوذ على نصيب القطاع العام في الشركات المملوكة للدولة سواء كانت شركات مملوكة قطاع العمال العام أو لجهاز المشروعات الخدمة الوطنية أو لأي من المؤسسات الحكومية بيحصص من الشركات دي أو التخارج من حصص من الشركات دي بيتم طبعا سواء المستثمرين محلين أو أجانب لو المستثمرين محلين فبيكون لأجانب يكون بالدولار الأمريكي ده بيوفر موارد دولارية زيها زي السياحة وزي قناة سويس وزي تصدير عندما بتصدر شركاتي أو بتبيع الشركة يعني الحكومة حتى خطة اللي بيع كل سنة عشرة يتخرج من حصص من شركات بقيمة عشرة مليار دولار علشان في آخر الأربع سنوات يكون حصيلة التخارج أربعين مليار دولار الحصيلة دي هيتم استخدامها في توفير طبعا العملة الأجنبية للبلاد الوفاء بجزء من الديون والأعباء الفوائد الخاصة بتلك الديون ودعم احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي المصري طبعا الاستراتيجية دي همة جدا احنا حققنا تخارج بحوالي واحدة وتسعة من عشر مليار دولار مليون ستمائة وخمسين منهم بالدولار ومتين وخمسين مليون منهم بالجنيه لو بصنا على الشركات هنلاقي يعني كلهم شركات مصرية مهمين جدا طبعا زي الدخيلة شركة آيكون شركة إفتكو شركة إيكاب تقريبا أو إيباكو هي شركة مقيادة في البورصة الشركات دي مهمة جدا ومجلس الوزراء أو الدولة حتى خطة للتخارج من شركات أخرى بقيمة مليار آخر خلال حتى نهاية عام 2023 إن شاء الله كل شكرا ليك لأستاذ أحمد بيومي الباحث بوحدة الاقتصاد والطاقة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية شكرا جزيلا